هل ترون بحر بالدقة 8K الصفاء الذي يظهر؟ شيء جداً مغري أملاق الشاشات سامسونج ينزل الشاشة بالحجم هذا بالدقة وحتى شركة أبل مدعومة بالشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف ونعم، هذه هي الـ Q900R من سامسونج وحجم 75 إنش سأتحدث عن شاشة بدقة 8K، 16 ضعف Full HD، وأربع أضعاف 4K Ultra HD يعني نقاء جداً عالي كلما زادت الدقة، صفاء المحتوى سيكون أجمل بشكل كبير ولكن هناك مشكلة، أنه من أين أجيب محتوى 8K؟ الشيء رائع أن هناك معالج سامسونج Quantum Processor 8K وهي أيضاً في الذكاء الإصطناعي، وهي سيرفع دقة المحتوى تلقائياً بخوارزميات خاصة لكي أعطيك محتوى كامل وفيديو قبل قليل، وفيديو هذا من قناتي، وأتحدث عن دقة 4K، وهو يعمل أبسكيلين ويطلع لنا 8K والنتيجة تستانس بالمحتوى وأيضاً من التقنيات المدعومة، نتحدث عن Quantum HDR 32X هذا معالج مخصص لمحتوى HDR على أساس أن السطوع ومالسطوع يمكن أن تضبط لك مع المحتوى نفسه معذرة أن المحتوى فقط يكون هو الذي يدعم HDR، هنا الشيء ليس موجود، لأنه هذا أمر ضروري ولكن من خلال الشاشة سيكون هناك معالجة وإتقان أكثر للمحتوى لكي يكون مدعوم HDR بشكل أفضل وأيضاً الشاشة تدعم HDR 10 بلس، الشيء الذي جاء مدعوم مع Note 10 بلس والS 10 بلس وقدرة تسجيل محتوى HDR بلس هنا أيضاً موجود والشاشة نفسها فيها أكثر من 33 مليون بيكسل فدقة البكسلات وحجمها هذا يجعل المحتوى لا تستطيع تلمحوا عليه البكسلات نفسها فبالتالي الشيء سمود وسهل عليكم أيضاً معرفة الشاشة الأمثل لحجم غرفتكم وترككم من حجم الغرفة تركوكم من هذا الأمر سأخذوكم عن المسافة التي بينكم وبين نفس الشاشة ستأخذوها بالسنتيمترات ستحولوها إلى إنش فبكل بساطة ستضربوا هذه المسافة في 0.394 سأضربوها، انتهينا سأخذوها مثلاً بـ 120 إنش 120 إنش قسمها على 2 فالسنتيمتر حول إنش قسمها على 2 سيعطيك الحجم الأنسب للشاشة بناءً على بعدك لأنه أحياناً وجدنا الغرف جداً ضخمة وكبيرة ولكن تلفزيون جنبك لماذا سأخذ شاشة ضخمة ولم تستطيع أن ترى الرؤية الأفضل على هذه الشاشة؟ والـ Q900R تدعم زاوية الرؤية العريضة جداً فبالتالي عندما تكون موجودة على الجدار، سيستمتعون بالمحتوى الموجود عليها أيضاً موجودة قدرة الصوت 16 واط وسماعات 4.2 والتقنية المدعومة من أبل هي AirPlay 2 نعود إلى مؤتمر CES في يناير وعندما جاء مؤتمر سامسونج وأخيراً أعلنوا عن الاتحاد مع أبل في هذه التقنية وتوفيرها في شاشاتهم فهي متوفرة هنا أخذوا آيفونكم وبثوا على طول على شاشة نفس السامسونج Q900R وأيضاً حتى لو لديكم ماك أو أي شيء في منظومة أبل فيها خاصية AirPlay تستطيع أن تبثوا المحتوى على هذه الشاشة وبالتالي تستمتع بمحتوى الآيفون على هذه الشاشة وأيضاً أمر ثاني أن تطبيق أبل تيفي رسمياً متوفر هنا وأيضاً هنا تستطيع أن تستمتع باقة الأشياء التي ترى على أبل تيفي به هذه الشاشة ولكن أبل تيفي المدعوم؟ لا كل بساطة أول ما تنزل لهم ستجد الكثير من تطبيقات مدعومة لديك وبالتالي عندما ترى نتفلكس لو دخلت على بروفايلز وشياء حقك في نتفلكس وخدت الاشتراك الصحيح الذي يعطيك 4K ستبدأ ترى المحتوى الموجود هل هو مدعوم أم لا أو قدرة الدعم هنا أتكلم على دقة في بعض نواع المحتوى تصل إلى Ultra HD 4K مع الصوت 5.1 ستجد لهم أثر جميل على هذه الشاشة وفي الريموت الذكي ستجد ثلاث أزرار للوصول السريع سيكون لديكم نفس المتصفح وبعدين الأمازون بايم فيديو وبعدها سيكون لديكم نتفلكس ضغطة زر واحدة ستجد لديكم هذا النوع من المحتوى وأتكلم عن المنافذ المدعومة في الجهاز لديكم أربع منافذ HDMI ثلاث منافذ USB لديكم Optical Audio وأيضاً موجود لديكم منفذ Ethernet الشاشة نفسها تدعم الوائرلس نتورك إلى 5 جيجا هيرتز فأموركم طيبة وائرلس لي ولكن نصيحة مني إذا تريد محتوى ممتاز 4K استخدم سلك سيكون أفضل لك على المحتوى أو اعرف نوع الشبكة اللاسلكية التي تستخدمها تدعم بث المعلومات بشكل جداً سريع ما بين الإنترنت وهذه الشاشة وكيف أنا ذكرت أنه يدعم الإير بلاي وما يدعم السمارت فيو السمارت فيو موجود في أجهزة سامسونج وأيضاً كل شيء في الشاشة تستطيع تعمل من نفس الجهاز من التطبيق الرسمي سامسونج بل أيضاً الإعدادات من بدايتها إلى الاستخدام إلى كل شيء تستطيع تتممه في نفس التطبيق سامسونج عليه والسمارت فيو بكل بساطة إذا شابك التلفزيون والجوال على شاشة الواي فاي يبث على طول المحتوى التي تشاهدها على شاشتك وسيقع لها دوبليكيشن على نفس الشاشة الضخمة من ناحية الكيابل والأسلاك، كلها مخفية في نمط One Invisible Connection هذا One Invisible Connection يعطيكم الصندوق الكبير وهي سلك واحد فقط هو الذي يذهب للشاشة هذا السلك يأتي بطول تقريباً 5 متر والعلبة نفس هذه هي المنافذ التي ذكرتها ولو تكلمنا عن هذه المنافذ ستدائب لك أشياء كثيرة وأيضاً كابل الطاقة والكابل الكهرباء يوصل على هذا المربع فإذا اخترتوا أن تصلوا هذه الشاشة على الجدار بكل بساطة، السلك واحد الذي يسمونه Invisible Wire السلك الكنيكشن الخفي هو الذي يوصل لكم كامل المعلومات للشاشة فلا يوجد داعي سلك كهرباء للشاشة وبعدها سلك ثاني للمربع الموحد والمربع الموحد حجمه وأبعاده كبيرة قليلاً على أساس أنه تكفي كل الأشياء الكثيرة التي تحدث فيه من الأشياء الأخرى المدعومة هنا نتحدث عن تطبيقات كاملة تقدر تحملها من متجر سامسونج حتى الـ IPTV موجود والجهاز نفسه يدعم بيكسبي والمنظومة الذكية حق أجهزة سامسونج إذا كان لديك هذه المنظومة وتستخدم بيكسبي بعض الأشياء ستجدها من جوجل على الـ Voice Assistant الذي مدعوم في هذه الشاشة ليس مدعوم بأنك تعطيها أوامر لا، مدعوم بأنك تؤمر لجوجل أسستنت يصير يشغل لك هذه الشاشة أو يشغل لك محتوى خاص ويبغى لكم تبحروا في هذه المنظومة لو أنتم مرّة عندكم أجهزة رائقة بكل بساطة وجود جهاز جوجل عندكم وحتى من الجهاز ترون نتفلكس على الشاشة الفلانية سيشغل لك نتفلك أو حتى تقول كمّل لي الشو الفلاني من الحلقة الفلانية سيشغل لك على طول على الشاشة وآخر شيء يجب أن أذكر Game Mode ويجعطيكم Auto Game Mode Game Motion Plus Dynamic Black EQ ويجب أيضاً Game Enhancer FreeSync مدعوم على هذه الشاشة فعندكم كثير خصائص ستستفيدون منها مع هذه الشاشة هل هي الخيار الأمثل بالنسبة لكم؟ عن نفسي أرى إذا عندك بعض أجهزة سامسونج هذه أحد الخيارات جداً ممتازة عدو موجود ريسيفر فيها يمكن أن يكون مهم لبعض الناس فهيعتمدوا على IPTV أو مصدر الرؤية الخارجي كSatelight ولو تكلمنا على أربع منافذ HDMI هي كفيلة بأنها تكون في الدولة بحق الأجهزة مشفوكة على أجهزة مختلفة وعندكم هذه السلك الخلفي الموجود لنفس الشاشة ويأتي لها ديكورات كثيرة وإكسسسوارات بحيث أن تركبها براحتك فهي خيار جداً رائق وكويس إذا أردك نفس الآيفون ينسجم مع الشاشة بدون الحاجة لأبل تيفي أو أردك منظومة سامسونج تكتمل وتحصل على أفضل نوع صورة حاصلة على جوائز هذه السنة 2019 و2018 من ناحية التقنيات التي تم تبنيها في هذه الشاشة في نهاية الفيديو وكل فيديو، هذه الصورة يجب أن أغيرها من جدًا يجب أن أغيرها هناك فرق ست سنين بين الصورة هذه وأنا واضح أن الأمور اختلفت والمحتوى حقيقي موجود على القناة وبكل بساطة تستطيعون أن ترون الشيء الأفضل لكم والخيارات الممتازة لكم وبالنسبة لي، أشعر نفس حجم الوجه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك وأراكم على خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته